والتدعيمات اللي حصلت في طلاق الجيش عملوا صفقات كويسة ولا ياشي بيها مشوار البنك السنة اللي فاتت بس السنة دي غير لا بداية ولا أقو لكن المرعب جدا مش سموحة والإتعاد سكندري يتقدم سموحة أربعة واحد وبعدين بضرب الجزاء أنا نزلت من بيتنا باخد حوالي نص ساعة من البيت لحد القناة نزلت أربعة واحد ووصلت أربعة أربعة سهوا وبسمع كهذا الخامس لو في ديت كان في فرصة والعكس الخامس كان ممكن يحصل للاتحاد والإسموحة وسموحة في الكرة اللي الرجل بينفارد وقالوا شاد ما قدرش يكمل جاد عبد الكبير عبد الكبير الوادي اللي قبلها أهدر فرصة سهلة برضو لكن ده معناه إيه معناه إن 11 جنف ومباراتين ده غزارة رائبة ثانيا معناها إن المدربين لا كله داخل بيته محط جمدة جدا 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 والفائز الأول والفائز الأول هو المتلقي الجمهور الجمهور اللي بيستمتع بهذه الغزارة التهدفية فيه مبادرات هجموية فيه اسلوب مش متحفز دفاعيا أنا معرفش النتيجة دلوقتي وصلت لإيه بين فرق وفرق إنهم الفرقتين من الوافدين الجدد اللي هم عندهم فيوتشر وفرق أه إمكانات جمدة جدا وعملوا تدعمات أكن التشكيل فرق جديدة لسه سفر سفر إن الدية واضحة لكن تعال نشوف ماتش الاتحاد بسرعة كده وده اللي الناس هتحللوا كتير جدا واسموحة إنت في الأود في الترس أسموح الاتحاد سكنداري أي وكده يحرس الخامس أي ولكن مع الاتحاد عندما يتقمص لاعبه وروح مدربهم اللي هو ما بيعترفش بالهديمة كابتن حسام حسن أي ويبقى في لحظة الإحباط الشديدة جدا لدى جماهير الاتحاد هو إيه اللي بيحصل لنا ده في البداية والناس هتبتدي تتكلم بقى في الصفقات ومين خرج وسبتوا مين وجبتوا مين ويفاجئ الجميع في خلال أقل من نص ساعة أو خمسة عشرين دقيقة بيقلب الموازين أي هذا الانتصار بطعم كابتن حسام حسن وفي نفس الوقت أسعد الناس مؤكد مجلس إدارة الاتحاد سكنداري وجماهير الاتحاد سكنداري وأكثرهم حسرة مؤكد مجلس إدارة سموحة اللي كان يهيئ نفسه لانتصار صاحق وفي ويتشار جام الجون دلوقتي فريق زاخر بنوه سبع عشرين صفقة قدموا مبرح في مؤتمر حرافي عالي جدا هادي الجون رقم اتناشر هادي